النادي الاهلي بيستعد طبعا لمباراة الاتحال منستيلي ومباراة العودة بيفضل كولر المدير الفني للنادي الاهلي استمرار كل من محمود متولي ومحمد عبد المنعم محمد عبد المنعم اللي سجل هدف الفوز لفريقه في مباراة الذهاب في الدقايق الاخيرة من المباراة كمان النهاردة ميكالي كان متواجد في النادي الاهلي واجتمع مع ميكالي المدير الفني للمنتخب الاولمبي اجتمع مع سيد عبد الحفيز وكولر المدير الفني لنادي الاهلي وعمار حمدي بيواصل التأهيل في النادي الاهلي قبل العودة للتدربات الجماعية خلال اليومين اللي فاتوا قبل غلق باب القيد او فترة الانتقالات الصيفية كنا او انتقل كابتن صلاح محسن نجم طبعا النادي الاهلي الى سيراميكا كيلو باترا الخبر ده تحديدا احنا قلناه من عشر تيام وقتها طلع الكابتن صلاح محسن بعدها كان زميل الكابتن محمد فاروق هو اللي قاله ووقتها طلع الكابتن صلاح محسن ونفي قاطع على حسابه على تويتر ان يكون ممكن يفكر ان يمشي قالها رد تاني انا في اكبر نادي في افريقيا دي تويتر اللي قالها ازاي بقى هكون في نادي زي الاهلي هو زي دي كتبها يعني ماشي هي زي ما بتكتبش كده صلاح ماشي وافكر بس اروح اي نادي تاني فعلا اللي ليه ظهر مش بيتضرب عليه معايا اللي احسن من اي حد دي على طول كان تاني يوم ما اعلننا هنا ان هو بيقترب من نادي سيراميكا كيلو باترا لكن بعد تويتر دي انتقل صلاح محسن الى دي الصورة طبعا بعد انتقاله الى نادي سيراميكا كيلو باترا بتمناله كل التوفيق بس يعني برضو انا دايما بنصحها لعدد من اللاعبين واللي بنشوف فيهم ان هم ممكن يبقى ليهم مستقبل خلال الفترة المقبلة ايه بعد عن السوشيال ميديا وبلاش حد يقعد يقولك رد على السوشيال ميديا ركز انت لعيب كورة لعيب كورة يعني في الملعب مش عالسوشيال ميديا لعيب كورة يعني ما تنزلش سور براحتك عايز تقعد تنزل سور نزل سور ما تنزلش سور ده براحتك بس اللي انا عرفه على مدار مسيرتي الصحفية والاعلامية ان لعيب الكورة في الملعب ان اصحاب الجيل الزهبي هيبقى معايا واحد منهم النجم الكبير الكابتن حمالة صدقي ما بيكونش بيعمل ولا النجوم اللي كانت معاه وانا كنت بغطي المنتخب في التوقيت ده ما كناش بنشوف النجوم دي النجوم دي اللي جابت بطولات بقى يعني جابت تلت بطولات امم افريقيا لكنا بنشوفهم بينزلوا صور ولا فيه سوشيال ميديا اه ما كانتش بالقوة اللي موجودة دلوقتي لكن في نفس الوقت كانت موجودة بعض الشيء او مع نهاية الفترة دي او عموما يا سيدي ركز في الملعب انت لعيب كويس لعيب مهم فبالتاني ما تطلعش تنفي كمان حاجة ده انا بقولها لك بقى ناحية اعلامية لو هنتكلم على السوشيال ميديا والناحية الاعلامية ما تطلعش تنفي حاجة في توقيت انت بتبقى عارف انها ممكن تحصل اهم شيء في لعيب الكورة او في النجم او في اي حد هو المصدقية ممكن تكون لسه عندك نقص خبرة في التعامل مع الميديا لكن ركز في الملعب فقط عشان ترجع مرة تانية لنادي الاهلي باذن الله ممكن تحترف برا تروح نادي الزمالك بعد كده تروح اي حتة يا سيدي المهم انك ترجع المنتخب ركز في الملعب بس سيبك من السوشيال ميديا ونفي الاخبار وكلام ده كله خاصة اذا كنت انت عارف ان الخبر ده هيتم علشان يعني محدش يجي يقولك انت قلت كلام غلط انا بحاول انتقي الالفاظ كويس لكن صلاح محسن لعيب كويس لعيب مهم لعيب عنده امكانيات كويسة ابعد عن السوشيال ميديا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة